بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ظاهروا هاتين الآيتين من سورة الأنعام أن البأساء ومن تجلياته الفقر والبؤس والضعف الاقتصادي مثلا والضراء ومن تجلياته الأمراض سواء كانت جسدية أو نفسية أو ما إلى ذلك ظاهر الآية بعيدا عن مقارنة هذه الآية المباركة بآيات أخرى ظاهر هذه الآية أن هذا الأمر يحصل بإرادة إلهية في سياق تربوي أقول لو خلينا وهذه الآية فقط لا ما إذا ضممناها إلى آيات أخرى لنقول أن هذا الأمر راجع إلى خطأ وخلل واشتباه وضعف وتجاوز وذنب عند العباد أو لا يعني من غير أن نقارن هذه الآية بمثل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من غير أن نقارنها بذلك إذ قد يكون بين هذه الآية ومثل تلك الآية التي تلوتها الآن عموم وخصوص مطلقة بمعنى قد يكون الباساء والضر بسبب ظهور الفساد من قبل العباد وقد يكون أعام من ذلك يعني الباري جل وعلا ربما يسلط الباساء الضر على العباد من دون أن يكون لهم ذنوب أو أخطاء من دون أن يكون ذلك عقابا يمكن أن نقول بذلك ويمكن أن نقول من واج عموم وخصوص من واج يمكن أن نقول بالتساوي يمكن حتى أن نقول بالتباين أن ذاك موضوع هذا موضوع ثاني أصلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لها موضوع مختلف عن هذه الآية ذاك موضوع هذا موضوع بالتالي تباين أصلا بين الأمرين ولا يستبعد أن يكون هناك تباينة لكن يبدو والله العالم تتأمل في الموضوع ألا أقرب عموم وخصوص مطلقة يعني البأسة والضراء قد يكون بعض الأحيان بسبب فساد من قبل العباد وقد لا يكون وإنما يكون فقط في مقام تربوي اللي أقول ظاهر هذه الآية المباركة والله العالم ظاهرها فيها نسبة من هذا العموم أنه هنا الآية اللي حاض هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يرسل المرسلين ثم يبتلي الأقوام التي يبعث لها المرسلون إما بالبأسة أو بالضراء أو بكليهما هم البأسة هم الضراء لكن ليش أكو هدف تربوي في هدف تربوي لعلهم يتضرعون رجاء أن ينفتحوا على عالم الغيب رجاء أن يقتربوا من الله عز وجل رجاء الآية المباركة تقول يتضرعون يتضرعون تضرع شنو معنى معنى الخضوع والتذلل التبتل في اللغة أن يتفرغ الإنسان للدعاء اللحاظ هنا ليس التفرغ للدعاء وإنما اللحاظ التذلل أن الإنسان إذا ابتلي يتذلل يخضع لكن بتذلل أمام الله عز وجل ومظاهر التذلل وصور التذلل معهودة ومعروفة عند الجميع تذلل الذي قد لا يكون في الغالب صالحا في علاقة العباد مع بعضهم البعض إلا أن يذل نفسه طيب لكنه إلا طبعا في علاقات المؤمنين مع بعضهم البعض أكو خصوصية أذلة على المؤمنين في بلحاظ أيضا والأذلة هناك مو معناها من الذل وإنما التواضع والترابية وفارغ كبير بأن أن يصبح الإنسان ذليلا وأن يصبح متواضعا فرغ كبير الشاهد هنا لاحظوا في الآية المباركة تقول الآية هنا الآية الثانية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا طبعا يمكن أن يسأل سائل إن الآية هناك في البداية ماذا قالت ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني يا رسول الله فأخذناهم بالبأسة والضرّة هل تأملوا فيها لا أجيب عليها تأملوا فيها بالبأسة والضرّة هم بأسة هم ضرّة هم فقر عوز ضعف اقتصادي وهم ضرّة مرض وأسقام وأوبئة مثلا أو غير ذلك خوف من أي شيء آخر لكن الآية الثانية قالت فلولا إذ جاءهم بأسنا ذكرت البأس فلولا إذ جاءهم بأسنا هل البأس هنا هو البأسة أو أنه مراد بالبأس شيء آخر أو المجموع وإضافة الشيء ثالث ليش قالت الآية هنا بأسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا وما ذكرت الضرّة يمكن أن نقول أنه لا داعي للتكرار هنا وأن الآية تشير بمناسبة الحكم والموضوع إلى ما أشير له في الآية السابقة أنه فلولا يعني هل لا ويقول بعض علماء اللغة أن هذا يأتي عاتا في سياق التوبيخ أنه مع الأسف ما فعلوا لكن لو فعلوا لو تضرّعوا يلاحظوا المظاهر أمراض الله يجير نوياكم موت موت الفجأة مثلا الله يجير نوياكم يلاحظون مظاهر يعني مو ضروري إلا مثل هذا الوباء الشائع الآن أو هذه الجائحة هذه وأشباهها لما تلاحظ شباب يرحلون فجأة مثلا أمراض تنتشر فجأة تسمع عن أخبار عن الجار عن النسيب عن الصديق عن كذا ضعف اقتصادي أمراض أسقام غيرها طيب ويكون في نوع من الحذار من الخشية من الخوف من القلق هذا ليس له علاج لا يتقل لا له علاج العلاج موجود وهو الذي سلكه قوم يونس الذي سلكه قوم يونس وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين طيبين ملاحظين فمتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان واذا شوف دقق الآية فنفعها إيمانها فلولا كانت شوف دقق الآية قرية آمنت ف ما قالت ثم ما في تراخي يعني مباشرة الإيمان يكون له أثر إلا قوم يونس كل الأمم ما آمنوا فلولا هناك أيضا توبيخية إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لهنا تضرعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين معناها أن المؤمن في مثل هذه الساعات إذا انتشرت هذه الأمور قريبا من بعيدا من ها مرتبط به مرتبط بغيره ما هو سبيله في هذه الحالة أن يتضرع يعني أن يتذلل إلى الله سبحانه في الدعاء ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذلك البأس والضر وغير ذلك من الأمور فإذا فعل الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب الخير كما حصل مع قوم يونس ابن متى نحن في مثل هذه الأيام ونحن نلاحظ كثير من المظاهر التي تسبب نوع من القلق في ساحة المؤمنين والمتدينين سواء من الأمراض أو رحيل العباد من الصالحين ممن هم في أعمار يعني مبكرة أيضا في مثل هذه الساعات ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع نتذلل إليه بخضوع ونتوسل بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين لعل الله سبحانه يرفع عنا وعن عباده مثل هذا الوباء أو هذه الأمراض بأس أو ضر أو غير ذلك فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويستجيب دعاءنا إن شاء الله بمحمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر